pages long يا زلمي يا عقوب حبيبي أو الشباب هيد برنامجي، أنا الصليت أنا الصليت لا أناضر برا میں هيد برا 내 ليس برا أنك لأ انكلع! انكلع! يا سلم بغضتوا لنظر انكلع! هون ولا هون انكلع! انكلع! حلقة جديدة! يا سلم انكلع! أبو سي انكلع! صحيح! مظبوط! المقاومين والمقاومات الصامدين والصامدات المرابطين والمرابطات قدروا ينتصروا على جيش الاحتلال الإسرائيلي بجولة ومعركة انتصار مبارك وصمود جميل لكن الحرب لسه ما خلصت المشاكل لسه موجودة الاحتلال بعده موجود مش لازم نشيل عيوننا عن القدس الاحتلال الإسرائيلي عم بيراهن على هذا الاشي مش لازم نخلي الاحتلال يفوز بيرهانه ومش لازم نشيل عيوننا عن القدس لازم نخلي عيوننا هيك على القدس لسه في فلسطينيين مهددين بجريمة حرب لسه في فلسطينيين مهددين بالتهجير القصري 500 فلسطيني من حي الشيخ جراح 800 فلسطيني من حي بطن الهوى 1500 فلسطيني أو أكثر من 1500 فلسطيني من حي البستان مجموع الفلسطينيين المهددين بالتهجير القصري من حي الشيخ جراح وحي بطن الهوى وحي البستان وكل أحياء سلوان 7850 فلسطيني 7850 فلسطيني مهددين بالتهجير القصري وهذا لسه ما حكينا عن باقي أحياء فلسطين ما حكينا عن باقي بلدات فلسطين ما حكينا عن يافا ما حكينا عن الجليل ما حكينا عن النقل وطبعاً الأمثلة كثيرة عشان هذا الاحتلال وحاضر هذا الاحتلال ومستقبل هذا الاحتلال يشبه ماضيه وجوده يعتمد ومبني على جرائم الحرب والتهجير القصري والتطهير العرقي طيب يا نيكولاس هلأ شو عم بصير؟ هلأ قوات الاحتلال الإسرائيلي عم بيحاصروا الأحياء الفلسطينية المهددة بالتهجير القصري عم بيحاصروها وعم بيحولوها لثكنات عسكرية وسجون كبيرة عم بيسكروا كل المداخل وعم بيمنعوا الفلسطينيين أصحاب الأرض وأصحاب البيوت إنهم يدخلوا أو يطلعوا بينما المستوطنين المسلحين اللي مش من الأرض ومش بيوتهم وجايين من بره عادي يدخلوا وقت ما بدهم ويطلعوا وقت ما بدهم وإذا مشوا مصدقيني يا مجتمع دولي كلهم موثق بالصوت والصورة مش بس هيك قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المسلحين رجعوا يقتحموا المسجد الأقصى ورجعوا يعتدوا على المصلين ويعتقلوهم بتهمة صلاة الفجر لحظة نيكولاس إيش التهمة؟ صلاة الفجر مش عم بسألك إيش كانوا يعملوا إيش التهمة؟ صلاة الفجر عام اللي فيها يعني متفاجئ وما بتعرف الاحتلال الإسرائيلي ما انتعصلك من جنيني بتتخوت مش متفاجئ بس لنأكد بعدين هم أصلا الاحتلال أكتر توقيت بحبوا يدخلوا فيه على الفلسطينيين هو أوقات الصلاة سألني ليش؟ ليش؟ لأنه هاي اللحظة الوحيدة اللي بيقدروا يشوفوا فيها الشعب الفلسطيني راكع فكرتوا هيك خلصنا؟ لا لسه فيه كمان الاحتلال الإسرائيلي بهاي اللحظة اللي عم بصور فيها الحلقة عم بنفذ حملة اعتقال واختطاف بالجملة بحق ألاف الفلسطينيين والفلسطينيات شو تهمتهم؟ ولا إشي سلامتكم تهمتهم إنه ما بدهم يتركوا بيوتهم أو متضامنين مع الناس اللي بدهم مش يتركوا بيوتهم يعني من الآخر حملة تصفية حسابات حملة تصفية حسابات سموها حملة فرض النظام وتطبيق القانون تطبيق قانون قلتولي تطبيق قانون غير إنه الاعتقالات نفسها غير شرعية وغير قانونية أسلوبكم في الاعتقال غير شرعي وغير قانوني عم تقتحموا بيوت الناس المغلقة وعم تخطفوا بناتهم وشبابهم قلتولي قانون ونظام؟ وين القانون والنظام يا مجتمع دولي؟ يا أمم متحدة شو شغلكم أنتو يا أمم متحدة والله أعلم من هون لتطلع الحلقة إسرائيل أكمل جريمة حابة تضيف لسجلها الإجرامي مهو المجتمع الدولي لا أسمع لا أرى لا أتكلم طالما إن ببليك وفيش فيلينجز وينوت؟ هون أنا مضطر أسأل سؤالين السؤال للدول العربية والدول الإسلامية المطبعة والسؤال للسلطة الفلسطينية بس هنخلي سؤال السلطة الفلسطينية للآخر ونبدأ مع الدول العربية والدول الإسلامية المطبعة السؤال الموجه للدول العربية والدول الإسلامية المطبعة خير إن شاء الله عسل منع خير عسل منع خير لماذا لهلأ ما أوقفتوا ولا غيتوا وجمدتوا الاتفاقيات والعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي؟ ليش؟ يعني أكمن جريمة حرب إسرائيل لازم تعمل عشان تحكوا لا 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 خلص لازم منها لا يعني وين حدكم؟ يعني أنتم كدول عربية ودول إسلامية وين حدكم؟ شو الخط الأحمر تبعكم؟ اللي إذا تجاوزته إسرائيل هتحكوا لا خلص لهون بكفي It's too much إسرائيل تحملناك بس It's too much خير، هلأ رح يجيني شخص يحكي لي يا نيكولاس وهو قطع العلاقات إلو تابعات سياسية ومس سهل أبداً واحد بنعرف إنه إلو تابعات سياسية وهذا اللي بدنا إياه اتنين لا سهل عادي جزر المالديفز عملوها جمدوا العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي ومنعوا استيراد البضائع الإسرائيلية ليش جزر المالديفز عملوها وانتوا لقى؟ ليه؟ ليه؟ جاوبوني ليه؟ صف واحد يلا ليه؟ بعدين يا جماعة الخير مش منطقي أبداً يكون بينكم وبين الاحتلال الإسرائيلي أي علاقات اسألوني ليش؟ ليش؟ اسألوني ليش بي هيك حمية؟ ليش؟ هيك حمية؟ انسوا الجانب الإنساني وانسوا الواجب الأخلاقي وانسوا الجانب السياسي اللي ما بسمح لدولة ديمقراطية تعترف بدولة فصل عنصري وانسوا نوهذا الإشي ممكن يخلي دول العالم تحترمكم وتعاملكم لو مرة كند انسوا كل هاد وركزولي عالمنطق مش منطقي يكون بينكم وبين الاحتلال الإسرائيلي أي علاقات اسألوني ليش؟ ليش؟ لأنه مش منطقي يكون في اتفاقيات سلام بينكم وبين ناس بدهم إياكم تموتوا انتوا عاملين اتفاقيات سلام مع احتلال بيحمي مستوطنين مسلحين بيمشوا بالشارع وبيهتفوا الموتو للعرب لا يا نيكولاس مستحيل هذا مش منطق ما بصير غيرت صوتي لأنه أنا زعيم عربي لا عم بصير شوف بعينك شايفين كراهية للعرب حقد على العرب وتمنيات بالموت العاجل للعرب وانتوا عرب ما بتعرفوا آه عرب حتى لو متبرين من عروبتكم هم شايفينكم عرب مش بإيدي محنك هم شايفينكم عرب هلأ رح يجي واحد يحكي لي لا يا نيكولاس انت فاهم غلط هم لما يحكوا الموتو للعرب أظهم الموتو للفلسطيني بس هم بلقبوا الفلسطيني عربي حتى يجردوا من فلسطينيته ويحكولوا انت عربي روح عند العرب عيش عندهم صح؟ كلامك صح بس هم بيكرهوا العرب هاي حقيقة حبيبي إذا انت ديسبريت يحبوك يعني إشي برجعلك بس ما رح يحبوك ما بحبوك ما بحبوك ما بحبوك اتقل وهلأ جاه دور السؤال للسلطة الفلسطينية إنتا شبتكن مننا ماذا بتكني يا أخي شبتكن مننا ليش عم تعملوا حملات إعتقالات وقمع للشعب الفلسطيني هلأ وقته هلأ وقته ودائما مش وقته طبعا بس انه هلأ وقته فوق تأثيركم بالشارع عم تعتقلوا الشعب الفلسطيني فوق غيابكم من الواجب الوطني والشعبي عم تعتقلوا الشعب الفلسطيني فوق صمتكم عم تعتقلوا الشعب الفلسطيني فوق تخاذلكم عم تعتقلوا الشعب الفلسطيني شو عم بتساعدوا الاحتلال عالشعب الفلسطيني شو انتو مش معنا ضدنا شغلين معاهم مش معانا يعيب الشون بس وقال شو بيسموا محمود عباس أيوب فلسطين انت مش أيوب فلسطين حبيبي انت يعقوب فلسطين على سيرة يعقوب تذكروا المستوطن العبيط يعقوب العبيط إذا سألت أن أخذت من أحد أخرى. تذكروا؟ أهلا. أعقوب العبيد يضرب من جديد. ما شاء الله عبقري عبقري يعني جداً يعني إيش هذا مجهود شخصي ذكاء هاد والذي تعبت عليه واضح تعبان عليه ذكي الحركة الصهيونية أعدت عشرات لسنين تخطط ودفعوا مليارات الدولارات عشان يحسنوا صورتهم القذرة أجا يا عقوب أجا يا عقوب فيديوهين فضحهم زقف لي عقوب هاي 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 هو الصحيح غبي وغباء فادنة وفضحهم بس بيضلوا مستوطن بيضلوا حرامي سارق بيت غيره بيضلوا شريك بجريمة حرب ما بنزقف له يا عبي الشوم عليكم كان اختبار عبيط انت بالمرة ادخل أكبار دقيقة في دقيقة عبيط رسمي هلو هاي هاي عقوب شو بتعمل شو بتعمل هاي فقرتي فقرتي انا هاي فقرتي انا ايه هاي فقرتي كمان هاي ادك تسرقها اذا انا ما يأخذ هذا يجي حتى ثاني يأخذها هاي طب انكلع انكلع من فقرتي انكلع هاي اروح انكلع هنشكلك مساءكم معطر برائحة البرتقال صرح رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بن يمين نتنياهو بان الجيش الاسرائيلي هو اكثر جيش اخلاقي في العالم خالدي ايش الخبر حقيقي جد بتحكي هم ما اعتبرين حل هم اخلاقيين هاي بناءة اخلاق بسم الله ما شاء الله عليهم كمل صرح طيار حربي في الاحتلال الاسرائيلي بان تدمير الابراج السكنية في غزة كان طريقة للتنفيسي عن احباط الجيش بعد فشله في وقف اطلاق الصواريخ من القطاع خالدي الخبر برضو حقيقي اهيك بنفس عن غضبهم عادي يوغا يوغا كمل ادارة فيسبوك تطلب من شركة ابل حثف التقييمات السلبية لتطبيق فيسبوك على متجر ابل انبسط يا عم هذا الخبر حقيقي صياحهم طرب بس صحيح ابل وفاتت ولا لحد هاي اللحظة ابل حلقة الهم ايش اماتي فيكم محركوا بحث جوجل يعتبر الكوفية الفلسطينية لباسا ارهابية مش عارف شو احكي لك بس برضو هذا الخبر حقيقي الكوفية الفلسطينية الحطة الفلسطينية ارهابية شو بده نعمل خليني عني ايني كان معكم احمد الخالدي واخبار دقيقة في دقيقة يسقط يعقوب واسرائيل وغوغل وفيسبوك شكرا خالدي ننتقل الى سوريا زي ما بتعرفوا سوريا الان تخوض انتخابات رئاسية سنوا سنوا وقال شو عم بستنوا النتيجة من رح يفوس محتار يا رجل معول بشار يعملها في اخباري بتحكي ان محافظة دمشق ومحافظة الأذقية محافظات متأرجحة انت انكرا انت ملكاش خاص انكرا انت ملكاش خاص احنا نضحك على بعض عادي انت انكرا مش مشكلة تنكرا هون ولا هون تنكرا يا صنمي انكرا يا صنمي لزجة كوكس طيب يا جماعة الخير بعيدا عن التمثيل ونام الحالنا انه عم نسنا النتيجة ومضيعة وقت وهبل وتهبل ونستهبل ونكذب على بعض بشر الأسد رح يفوز صدمة مروة فاخدوها مني خلص انا اول ممبر بحكيلكم اياها بشر الأسد رح يفوز احتفلوا احتفلوا على سيرة بشر الأسد لما تسمعوا كلمة بشار يعني ما بتسألوا حالكم كلمة بشار شو معناها انا سألت حالي ولاقيت جواب اول حرف من اسم السيد الرئيس باب نعم بلدي تاني حرف من اسمه شين شعبي تالت حرف من اسمه أليف أرضي رابح حرف من اسمه را روحي بشار تمام بلدي 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 شعبي شعبي أرضي روحي روحي بشار بشار با بوتوكس لا جد جد بشار با بلد نصه تدمر ونصه سيادته لروسيا شين شعب نصه تقتل والنص الثاني يا بالمعتقل يا مهجر ألف أهبل انت ولا أهبل أهبل را من ربك الله بشار بشار هو الله بشار هو الله بشار هو الله بشار هو الله شوفوا يعني إحنا مختلفين معاكم مش شايفين بشار الله بس انتو أحرار يعني كل واحد حر بحرياته الدينية احنا بالصليت الإخباري بنحترم الحريات الدينية كل واحد يعبد البدوية أنا يعني عندي سؤال لكم بناء على معتقدكم مجرد فضول لا تفهموا تدخل فيكم أو إجباركم على الشيء تاني مجرد هيك السؤال وفضول بناء على معتقدكم انتو بناء على معتقدكم كمان مرة شايفين انو بشار الأسد الله صح؟ طب بوتن شو؟ إذا عرف رح يزعل بوتن هاد فبدنا نعدل يعني انتو أحرار متع يعني نصيحة نصيحة انعدل انعدل بنعمل بشار ثور عصدي ثور مش ثور ثور أبو مطرقة ثور وبنعمل بوتن زيوس زيوس هيبي وروحاني يلا بنعطيه أودن بلا شي زعل التاني تمام؟ أنا كنت مفكر مين ربك ولا هيك بتحكوها مجازيا طلعت جد أتوقع انتو صار لازمكم هيك شوية دروس دينية مش أصدق أجبركم على شيء أو أدخل فيكم بس على أمل الله يهديكم على أمل على أمل ووالله لن نكون بخير إذا لن نكن صفا واحدا مع بلدنا ومع جيشنا ومع قائدنا الدكتور بشار الأسد عفظه الله آمين بالرغم بالرغم نمزيك يا عشر بالرغم 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 نمزيك يا عشر بالرغم بالرغم لا حول ولا قوة إلا بالله أنا بقول خلاص نغير الموضوع وننتقل لبلد تاني أحسن لبنان كيف لبنان وعم بتقول بلد تاني أحسن؟ أنا قصدي ننتقل إلى لبنان لا نيكولاس ما فينا ننتقل إلى الأولو الناس اللي باللبنان مش مصدقة تنتقل من لبنان ذكائك عم بكون ذكائي يا عقوب أنا قصدي إنه أحسن إلنا نغير الموضوع ونحكي عن لبنان طب فينا أنا أحكي عن لبنان لأنه إذا مش أنا سرقت هالفقرة حدا غيري حيسرق معك حق إذا من كنا؟ إذا من شان الله يكتعد عنك طبعاً متل ما كلنا بنعرف في مليار مشكلة بلبنان فينا نحكي عنا كهرباء، ما في حكومة، كورونا، عجلة سير، العملة بنهارة، الاقتصاد بنهار بس شلونا منهم كلهم هود اليوم بدنا نحكي عن أكبر مشكلة عم بوجهها لبنان الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية اللبنانية على فيسبوك جماعة مين مسؤول عننا؟ شو الإحراج اللي عم تعملوا عليها؟ إنه كيف يعني قال فيه بوست حاطينه إننا نشعر بالأسى على أنفسنا أحياناً ليس لأننا أساءنا التصرف بل لأننا أحسننا التصرف أكثر من اللازم مرة لما كان عمري سبعة عشر انغرامت بابنة الدكانجة اللي حدنا قام هو راح شكعة بنت عمي بدل ما يشك عليها فأنا بذكرين هاي دي الحالات تبع ميسنجر كتبت هاي عليا لسامعوا حكي رئيس الجمهورية ترك خطيبته وعم بيهدته بكيلو البزر اللي كان يشك ما فيكن جماعة ما فيكن تحط هايك بوستات خلصنا أحراج من شان الله مروه؟ مروه؟ ليه هم تعمل إزاي ياعقوب بتاخدي فكرتي؟ خالدي فكرتك هي الأخبار اللي مش حقيقية آه هاي الخرار حقيقي كيف يعني هاي الخبر حقيقي؟ يعني الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية اللبنانية عن جاب حقيقي شكراً شكراً جماعة شكراً كتير خلصة الحلقة سكروا على هاي كان معكم نيكرا صخوري مروه الحراتي أحمد الخالدي جاسم العلي جاكوب يا زلم انكلع يا زلم انكلع يا زلم انكلع فريق العمر السريط الإخباري واحد واحد لنا لقونه آخر يا زلم انكلع هاي حركة العبارة يا زلم انكلع حرام الحق انكلع اشتركوا في القناة